لا أفق واضحاً لحلحلة ملف الحديدة ولا ملامح لتنفيذ خطة إعادة الانتشار التي ترعاها الأمم المتحدة هكذا يبدو المشهد في المحافظة التي يسيطر على موانئها الحوثيون منذ أكثر من أربعة أعوام الأمم المتحدة عينت أكثر من رئيس للبعثة الأممية لرئاسة لجنة إعادة الانتشار في الحديدة غير أن جميعهم لم يتمكنوا من وقف إطلاق النار أو إعادة نشر القوات العسكرية خارج المدينة طبقاً لاتفاق ستوك هولم ميليشيا الحوثي التي تسخر كل إمكانيات المحافظة للأغراض العسكرية ما زالت تمثل العائق الرئيسي في طريق تنفيذ اتفاق إعادة نشر القوات كما يقول مراقبون بينما يجد آخرون أن المشكلة تكمن في طريقة تعاطي الأمم المتحدة للحل وعدم إفصاحها عن الأطراف المعرقلة في جديد أحداث المحافظة منع الحوثيون وصول رئيس لجنة إعادة الانتشار الجديد أبي جيت جوا إلى نقطة الالتقاء مع لجنة الارتباط الميدانية وقال المتحدث باسم القوات المشتركة والضاحة دبيش إن جوا ظل ينتظر لأربع ساعات للالتقاء بضباط الارتباط في النقاط المحددة لكن دون جدوى هذا المنع جاء بالتزامن مع قصف على مواقع الجيش في المحافظة حيث أكد مصدر عسكري أن الحوثيين استهدفوا بالمدفعية والأسلحة المتوسطة مواقع قوات الجيش شمال مديرية حيس وبعد انتظار دام سبع ساعات وضغوط كثيرة قام بها الجنرال الهندي جوا التقى الضباط الارتباط للفريق الحكومي بضباط الارتباط الحوثيين في شرق مدينة الصالح تحركات عديدة تقوم بها الأمم المتحدة إذن لوقف إطلاق النارش الحديدة وتنفيذ اتفاق سويد لكن أمام تحديات كبيرة ومستقبل حل سياسي وعسكري يبعد كل يوم ترجمة نانسي قنقر